اهلا اعزائي المشاهدين ووصفاته كلمة الفدية بنسمحها اليوم منذ الكتير مع زيادة الارهاب يخطفوا شخص ويطلبوا فدية او تطلعوا داء وصده فالفدية شخص يكون واسطة لفكاك شخص اخر والمسيح هو الفدية او بلغة ايوب تلاتة وتلاتين يترائف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة قد وجدته فدية والمسيح له كل المجد يتقال عنه دخل بدم نفسه الى الاخداث فوجد فداء ابديا مواصفات الفادي يمكن اية جميلة نقرأها في تموسوس الاولى اصاح اثنين بيقول كده لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع ارى على الاقل هنا حاجتين بيقولونا مواصفات الفادي وهقول حاجات تانية في مرقص بازل ذكرت ايه بقول ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبدل نفسه فدية بالضبط يبقى في الاية دي اللي احنا قلناها على الاقل فيه شرطين للفادي وحذكر شرط اخر الشرط الاولاني انه يكون وصيد بين الله والناس او بلغة سفر ايوب تسعة مصالح يضع يده على كلين من كلين الله والناس ازاي واحد يحط ايده على الله ويحط ايده على الناس لازم يكون ندا لله ونددا للناس مين اللي هو الله وانسان في اين الرب يسوع المسيح الكلمة صار جسدا وحل بيننا هل يقدر يحط ايده في ايد الله نعم لانه معادل لله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله هل يقدر يحط ايده في ايد البشر الاجابة نعم لانه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس فيقدر يعمل كده لانه عنده الطبيعة اللهوتية والناسوتية لكن حاجة تانية مطلوبة الذي بذل نفسه فديتا لاجل جمعي دفع التمن انا علي موت عايز الصالح نهو مع ربنا طب ادفع الغرامة اللي عملها ادفع الموت اللي عمله لذلك الذي بذل نفسه فديتا لاجل الجميع او زي ما حضرتك اشرت في ماركوس ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه في عطاء بذل نفسه فديتا عن كاثرين اضيف على ذلك انه لازم يكون بالخطي فلو كان هو نفسه عنده خطيه كيف يصبح فديا وعشان كده قلنا ان الذين يعلمون بان مولد المسيح كان مولدا عاديا غير معجزي من اب وام يبقى مولود بالخطيه زي كل الناس ما صالحة لكي يكون فادي لان لو في خطيه ما ينفعش يكون فادي موسيقى اشتركوا في القناة